تماشياً مع النظام الجديد لعطلة نهاية الإسبوع التي تصادف أيام الجمعة والسبت والأحد في إمارات الشارقة وجهت حرم صاحب سمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت بحمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وجهت بتحديث النظام التشغيلي للجهات المنضوية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين والتي تضم أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات لتضيف المراكز لخططها الحالية برامج وفعاليات يتم تقديمها خلال عطلة نهاية الإسبوع وبذلك تفتح المراكز وأبوابها لمنتسبيها في الفترة المسائية من الاثنين إلى الخميس والفترتين الصباحية والمسائية يومي السبت والأحد على اعتبار يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع المراكز وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسم ارتباط نشأة مؤسسات ربع قرن بإحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تهيئة البيئة المحفزة والأمنة لأبناء الإمارة لاستكشاف طاقاتهم في جو إبداعي يحتضن المواهب كفا مشيرة سموها إلى أنه مع بدء تطبيق النظام الجديد للعطلة الإسبوعية كان لابد من مواكبة هذا التغيير لا بالالتزام بتنفيذ القرار فحسب بل بالوصول للغاية المطلوبة منه بتحقيق توازن أفضل للحياة الأسرية وتوطيد الرباط الاجتماعية موضحة سموها بأنه تمت بلورة خطة عمل جديدة في مؤسسات ربع قرن للاستمرار بصقل مهارات الجيل الفتي مع التركيز على تحقيق الفائدة العظمى التي ترسم ملامح شخصية أبنائنا من القادة والمتكرين الذين نفخر بهم سفراء لوطنهم في شتى المحافل الإقليمية والدولية موسيقى